يبدو أن حديثة اقتحام البرلمان أظهرت حجم الدورة الدولية في سير العملية السياسية في العراق وإلى أي مدى تتحكم في رسم المشهد السياسية وخصوصا دور دول الجوار الإقليمية حيث كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن إيران تضغط على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل وقف حركته الاحتجاجية على العملية السياسية في العراق والتي وصفتها طهران بالفاسدة وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طهران استدعت الصدر عقب تظاهرات لأنصاره وترديد شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي وصف مسألة تغيير الحكومة الحالية بضرب من الوهم والخيال وشددا على أن الشعب العراقي لن يسمح بأي شكل من الأشكال لأي طرف أن يتسلط أو يسيطر على مقدراته وشؤون حكمه مبينا أن الحكومة الشرعية لن تتأثر ببعض التحركات العسكرية التي تقوم بها بعض أطياف المعارضة العراقية من هنا وهناك وأكد ولايتي أن الحضور الأمريكي في العراق هو أضعف مما كان عليه منذ شهرين أو ستة أشهر أو سنة حركة الصدر وأتباعه باقتحام المنطقة الخضراء شكلت أكبر انقسام في العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 حيث وصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في العراق إن البلاد تعيش حالة شلل وتعطيل في عمل الحكومة والبرلمان بسبب الأزمة السياسية العميقة